وصفة النهاردة بتنفع في الأيام اللي ما عندناش فيها حلويات في البيت ونفسينا نحلي بحاجة سريعة من غير ما نقعد نحضر كيكة كاملة ونسخن الفرن ونستنى كل الوقت ده النهاردة هوريكو إزاي نعمل ماد كيك إزاي نعملها في المايكرويف ولو ما عندناش مايكرويف نسويها إزاي وهوريكو خمس نكهات أحلى من بعض أهم حاجة في الماد كيك هي المأدير النسب ما بين المكونات معلقة من ده ولا معلقة ونص من ده عشان يطلع معنا القوام بتاعها خفيف وفلافي قوامها كيكة ستيل كيكة ما هيش حاجة مع الجينة كده وعجيبة ياريت لو حبيتوا فيديو النهاردة تعملوا اللايك ويلا نبدأ على طول بأول أصفر أول واحدة هنبدأ بيها هي كيكة الشوكولاتة بسيطة وسهلة ومقدرها موجودة في البيت على طول وهوريكو طريقة تقديم رهيبة هتخليها طعمها زي الكيكة البرزيلية اللي احنا عملناها من فترة اللي هي البريكاديرو بس بدلا ما تاخد مننا في الاعداد وقت طويل نقدر نسويها في المايكرويف في دقيقة واحدة أنا هجمع المكونات في حاجة تانية لأول وبعدين أصبها في المجة أو الطبق اللي أنا هسويها فيه بس عشان يبقى شكلها مرتب شوية لكن انتم ممكن تخلطوها في المجة على طول لو عايزين هنحتاج أربع معلق دقيقة معلقتين كاكاو خام معلقتين ونص سكر ولو بتحبوا الحاجات سكرها خفيف قوي خلوهم معلقتين بس هنحتاج كمان نص معلقة صغيرة من البايكينج باودر وهنخلط كل الحاجات دي مع بعض المواد الجفة مع بعض وبعدين هنزود عليهم الزيت والحليب مش هستخدم في دي بيت هنعمل شوية حاجات من غير بيض وشوية حاجات فيجن وشوية حاجات فيها بيض يعني عشان يبقى فيه حاجة تناسب كل زوج زودت ثلاث معلقة من الحليب ومعلقة واحدة زيت نباتي أي زيت نباتي تحبوه هنقلبهم لحد ما يتخلطوا كويس مع بعض وممكن اختياري نزود رشة صغيرة من النسكافي لإن طعم القهوة بيدي طعم أحلى وأخنى لأي كيكة شوكولاتة وممكن نزود كمان نص معلقة صغيرة فانيلي حاجات دي اختيارية وبعدين هسوبها في المل أو في طبق أي طبق من الأطباق اللي بتدخل الفرن تنفع يعني أنا ما عنديش مجات كتير نفس الشكل فعملتها في الأطباق دي الأطباق دي بتدخل الفرن المايكرويف المهم بتكون حاجة إيمان إنها تدخل المايكرويف أكتر حاجة غلط تعملوها في جيكة المج إنكوا تساووها زيادة عن لسوم تسيبوها بعد 2-3 كده تطلع عاملة زي المطاط والقوام بتاعها ما يتكلش فتأكدوا إن انتوا ما تساوهاش زيادة عن لسوم دي إيهة واحدة غالبة بتكون كافية لو المج اللي انتوا مستخدمين وحجمه كبير شوية ممكن تحتاج دي إيه أو نص نصيحة دانية كمان أول ما تخرجوها من الفرن سيبوها تبرد شوية قبل ما تكلوها القوام بتاعها بيبقى أحسن بكتير أول ما تبرد شوية تقدروا تكلوها يبقى القوام بتاعها أحسن طيب اللي ما عندوش مايكرويف إحنا لسه قلنا اللي ما عندوش مايكرويف يعمل إيه يقدر يسوي نفس المجات في الفرن طبعا يتأكد إنها تستحمل الحرارة الأول وهتستوي على درجة حرارة 180 مئوية هتاخد من 12 ل 15 دقيقة ويطلع القوام بتاعها حلو جدا هو كده الكيكة خلاص جاهزة نقدر ناكلها على طول ممكن نرش عليها رشة كاكاو سكر بدرة بس أنا بما إني بحب زين الحاجات هنعمل أسرع صص في الحياة خدت معلقة كبيرة من الحليب المحلل المكثف وحطيت عليها شوية كاكاو كاكاو خام اللي هو ما فيوش سكر وقلبتوه مع بعض لحد ما بقت بالقوام ده وبس وهزينها بنفس الطريقة شوية سبرينكلز شوية قطع شوكولاتة زي ما أنتو عايزين وفعلا هي نسخة مصغرة وسريعة من الكيكة البرازيلية اللي احنا عملناها من فترة تاني واحدة هنعملها بزبدة اللوتس طعمها حلو جدا وبرضو هنزينها بطريقة بسيطة هنحتاج بيضة واحدة هنزود عليها 3 معالق زيت نباتي و3 معالق حليب ورشة فانيليا صغيرة وهناخد من زبدة اللوتس تقريبا 3 معالق كبار يعني بالنظر كده مش لازم يبقوا مصبوطين قوي وهنقلب كله مع بعض لحد ما هيدخلطه ويبقى القوام بتاعهم عامل كده كريمي شوية والبيض هيدخلط مع الزبدة وكل السوائل نقدر بقى نضيف المواد الجفة بتاعتنا هنزود نفس المعالقتين ونص سكر ونفس 4 معالق من الدقيق واخر حاجة نص معالقة صغيرة من البيكينج بودر ونقلب كله مع بعض وخلص كده الكيكة بقت جاهزة نصبها هي كمان في المج أو في الطبق وندخلها على المايكرويف دقيقة واحدة اقصى حاجة ايه ونص على حسب عشان بتختلف برضو من المايكرويفل التاني ما تزودوش ابدا عندي ايه ونص لما طلعت صبتها تبرت شوية وبعدين صبيت عليها كمان معلقة سايحة من زبدة اللوتس وبسكوتها شكلها امر ومستحيل حد يصدق ان دي تعملت بالسرعة دي يعني ما بتخدش اي وقت خالص تالت واحدة هنعملها هي برضو شبه كيكة الاناناس اللي احنا عملناها قبل كده اللي فيها ناكية اناناس وجوز هند هنحتاج نفس المعلقتين ونص كبار من السكر وهنزود عليهم برضو اربع معالق من الثقيل وهزود عليهم معلقة كبيرة من جوز الهند المبشور هيدي تعم حلو قوي مع الاناناس نص معلقة صغيرة بيكينج بودر ورشة فانيليا ثلاث معالق حليب ومعلقة ونص من زيت نباتي هقلب كل المكونات دي مع بعض وهصبها في المجة او الطبق ودخلها على المايكرويف زي انت الكيكة دي زي ما عملت في الفيديو الاصلي بالزبط شريحة اناناس كده بالروحة على الوش واحدة كريز في النص ودخلتها للمايكرويف دقيقة اقصى حاجة دقيقة ونص لما لقيها استاوت وخلاص كلها بقيت نشفة بقين انه مفيش من الجوانب نوعا ما سوائل طلعتها وزي انت الاطراف بكمان شوية جوز هند مبشور وعلى فكرة دي اكتر واحدة عجبتنا فيهم كان طعمها حلو جدا والقوام بتاعها خفيف قوي وزي الكيكة الاسفنجية كده الكيكة اللي بعدها هي الريد فيلفت بيطلع لونها احمر كده جميل وفيها طعم كاكاو خفيف والقوام بتاعها رائع هنضيف نفس الاربع معالي الكبار من الدقيق والمرة دي هنضيف نص معلقة كبيرة بس يعني تقريبا معلقتين صغيرين من الكاكاو الخام يعني اقل بكتير من كيكة الشوكولاتة عشان مش عايزين اللون يكون غامق قوي وهنزود نفس كمية السكر معلقتين ونص كبار نص معلقة صغيرة من البايكينج بودر خلطتهم مع بعض وبعدين زودت معلقة ونص زيت نباتي وثلاث معالق من الحليب الحليب ده نعصر عليه كام نقطة بس من اللمون او الخل اي حاجة بتخليه الحليب يقطع كده نقطتين اللمون او الخل على الحليب هيديونا طعم شبه الريد فلفت ويدي سنة حمودة كده تبقى موجودة دايما في الريد فلفت هنخلط المكونات مع بعض وبعدين هنضيف حتة صغيرة من اللون الطعام الاحمر المفروض اللون يبقى كده قبل ما يدخل الفرن احمر قوي ولما يدخل الفرن هيخمقه اكتر كمان نصبها في المجة او الطبق وعن المايكروويف لمدة دقيقة دقيقة ونص وكده بقت جاهزة معين لما خرجت سبتها تبرد شفية وزي انتهي كمان بشوية كريمة ورشة كاكاو على الوش وبس والقام بتاعها طالها حلو جدا خفيف كده واسفنجي مش معجنة وفي نفس الوقت صعامها جميل اخر واحدة معين هتبقى كيكة فانيليا وهنضيف عليها النكرة اللي احنا عايزينها يعني ممكن نحط فراولة ممكن نحط مكسرات زي ما انتو عايزين هجمع كل المكونات بتاعتي مع بعض 3 معلق حليب معلقة زيت نباتي معلقتين ونصف سكر و4 معلق دقيق زودت عليهم رشة فانيليا ونص معلقة صغيرة بيكينج بودر وممكن بقى نحط هنا الاضافة اللي احنا عايزينها حتى الان كيكة فانيليا بسيطة بس ممكن نضيف عليها مكسرات ممكن نضيف قطع شوكولاتة اي نوع فكها بنحبها انا المرة دي حطيت قطع فراولة مقطعها صغير كده دخلتها على المايكروويف دقيقة لدقيقة ونصف وبعدين زي انتهب كمان شوية سبرين كده فراولة وبس كده دول الخمس نكات اللي احنا عملناهم النهاردة سواء جربتها في المايكروويف او جربتها في الفرن زي ما قلتلكم عملتها في طباق كبايات مجات حتى في ناس بتعملها في الاطباق الورق دي في ناس بتحطها في حلوة وبتسويها على البخار في كل الاحوال لو النسب مصبوطة الكيكة هتطلع اسفنجية وخفيفة وفلافي وجميلة اتمنى تجربوها وتعجبكم اشوفكم تاني على خير قريب وباي باي